بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 رفقة منتخب بلادي تونس طلق المدرب تونسينا بالمعلول عرضا لتدريف فريق الدحيل القطاري لتعويض الجزائري جمال بالماضي وعلى هذا الأساس تقدمنا بالمعلول يوم الأربعاء الماضي بطلب فسخ عقده مع الجامعة التونسية بالتراضي وجدير بالذكر أن نبيل معلول هو من قاد منتخب تونس لحجر بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا رغم أن المشاركة لم ترقى إلى طموحات جماهير البسور الخضر بعد هزيمة أمام إنكلترا بصعوبة بهدفين لواحد وسقوط مدوي بخماسية أمام الشياطين الحمر وانتصار معنوي أمام منتخب طانامة